بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سأتأمل معكم الربح في القرآن هذه الكلمة بكل مشتقاتها لم تذكر إلا مرة واحدة لأن المقاييس الإلهية تختلف عن مقاييس الدنيا نحن نسعى دائما للربح ونعتبر أن الإنسان إذا خسر أو ربح في تجارة نعتبره ربحا إذا خسر المال نعتبره خسار المقاييس القرآنية مختلفة تماما أيها الأحبة لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد الآخرة لا يريد الدنيا الدنيا عبارة عن ذر أمام الآخرة الدنيا ستدمر بشكل كامل كل عملك وربحك ورصيدك وما تبني سيأتي يوم يفنى كل من عليها فان الكون كله سيبدل سيدمر ويعاد خلقه من جديد إذن الإله العظيم سبحانه وتعالى ينظر إلى الآخرة أو بالأدق يريدنا أن ننظر للآخرة يريد الآخرة يريد لنا الآخرة لأنها الحياة السعيدة المطمئنة دائمة بينما الدنيا أيها الأحبة هي عبارة عن ذرة هي عبارة عن ساعة من ساعة يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة لذلك الربح في القرآن ورد مرة واحدة فقط بكل مشتقاته في سورة البقرة الله تبارك وتعالى يصف لنا حال الخاسرين الذين خسروا خسرانا حقيقيا أحبتي في الله الذين خسروا خسارة حقيقيا ما هو شأنهم؟ هؤلاء هم المنافقون المنافق يوهمك أنه معك يوهمك أنه يؤيدك وهو طبعا سينقلب عليك عندما تحين له الفرصة المنافق يقول لك أنا أنظر أنا ملتزم بالسنة ملتزم بالأحكام الشرعية ملتزم بالقرآن ربما تجد صوته جميلا في القرآن ولكن عندما يخلو إلى شيطانه يستهزئ بالمؤمنين ويستهزئ بما يقولون ويترصد بهم ويحيك لهم المؤامرات هذا هو المنافق الله عز وجل يقول عن هؤلاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون انتبهوا الآن أيها الأحبة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني أنت لديك شيء ثمين هو الهدى أكرمك الله به لأنك طبعا هذا منافق يظهر لنا أنه مهتدي فالهدى بين يديه لأنه يقرأ القرآن ويطقن أحكام الدين فالهدى بين يديه اشترى الضلالة بالهدى دفع الهدى ثمنا لكي يأتي بالضلالة سبحان الله ماذا كانت النتيجة هذه هي تجارتهم أيها الأحبة وهي التجارة الفاشلة والخاسرة قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سبحان الله إذن الربح الحقيقي هو التجارة مع الله أراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الكلمة التي لم يذكرها إلا مرة واحدة ما علالم أن هناك مواضع كثيرة يمكن أن تذكر فيها مواقع كثيرة في القرآن ذكر الغنائم ذكر المال ذكر البنون يمكن أن يذكر فيها الربح لم يذكر أبدا إلا مرة واحدة لماذا أيها الأحبة أنا أود أن أعطيكم ملمح طبعا أن الله يريد أن يرسل رسالة لنا يقول لنا الربح الحقيقي هو الهدى وليس المال ليس الدنيا ليس البناء ليس العقارات ليس الذهب ليس السلطة أو الشهرة ولا النساء ولا المتعزة الربح الحقيقي أخي الحبيب هو التجارة مع الله التجارة الرابحة فهذا المنافق اشترى بآيات الله ثمنا قليلا واشترى الضلالة بالهدى الهدى بين يديه أكرمه الله به فضحى بهذا الهدى وتنازل عن الهدى مقابل أن يأخذ الضلالة تصور إنسان طريق فيه نور أو معه نور معه نور يضيء له الطريق يبيع هذا النور بالظلمات ليمشي في طريق مظلم كم هو إنسان بائس كم هو إنسان غبي لذلك قال تعالى فما ربحت تجارتهم إذن هذا يعني المغزى من هذه الكلمة أخي الحبيب أنها لم تذكر إلا مرة واحدة كان ممكن أن يذكر ربح ربحوا مثلا يمكن أن تذكر كلمة ربحوا ربحنا الرابح الرابحون لها مشتقات كثيرة مثلها مثل أي كلمة أخرى ولكن الله سبحانه وتعالى تقصد أن يذكرها مرة واحدة فقط في القرآن وفي هذا الموضع وهي من خصائص سورة البقرة يعني كلمة ربح أو ربحت ذكرت مرة واحدة فقط على مستوى القرآن في سورة البقرة مع ذكر المنافقين وبصيغة النفي فما ربحت أي أن هذه التجارة كانت خاسرة وما ربحت تجارتهم شيئا وما كانوا مهتدين انظر أخي الحبيب كم دقة القرآن اختيار الكلمات في القرآن ليس عبثا لذلك عندما قال تعالى قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر هذا الأمر لا تظن أنه عبثا 1400 سنة مضى على هذا التحدي أعطوني شخص أعطانا آية مثل القرآن أو سورة من مثل القرآن أو ألف كتابا قال هذا أفضل من القرآن لا يستطيع أعطوني شخص ألف كتابا وتحدى البشر أن يأتوا بمثله سيصبح أضحوك لأن كل ما ينتجه البشر يمكن إنتاج أفضل منه مدام مصنى البشر وفوق كل ذي علم عليم مهما بلغ من العلم والمعرفة لابد أن يكون لديه أخطاء بينما كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه أكثر من 77 ألف كلمة لا نجد خطأا واحدا لا علميا ولا لغويا ولا غير ذلك لذلك أخي الحبيب أرجو أن تتأمل وتحفظ هذه الكلمات التي سنستعرضها إن شاء الله من خلال هذه السلسلة كلمة في معجزة وسنركز في البداية على الكلمات الفريدة في القرآن التي لم تذكر إلا مرة واحدة وكل كلمة لها دلالة سبحان الله ولها موضع ذكرت به ومن ورائها رسالة نريد معكم أن نكتشف هذه الرسائل الإلهية عسى أن يهدينا الله إلى طريقه المستقيم وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته